السلام عليكم فرصة جاتلك تنسيق كلية الطب البيطري المرحلة الثانية 2024 للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في إطار تنسيق كليات المرحلة الثانية للعلمي علوم لعام 2024 يبحث الطلاب عن تنسيق كلية الطب البيطري المرحلة الثانية في عدد من المحافظات حيث يتيح هذا التخصص للطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بكليات الطب البشري أو العلاج الطبيعي فرصة الحصول على شهادة في الطب البيطري وقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن قائمة كليات الطب البيطري المتاحة في مختلف المحافظات خلال هذه المرحلة ومن هذا المقال عبر موقعنا سبورتليب نقدم جميع التفاصيل المتعلقة بتنسيق كلية الطب البيطري المرحلة الثانية لعام 2024 تعد مرحلة تنسيق كليات المرحلة الثانية للعلمي علوم لعام 2024 فرصة همة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بكليات الطب البشري أو العلاج الطبيعي حيث يفتح تنسيق كلية الطب البيطري المرحلة الثانية أمامهم أبواباً جديدة للحصول على شهادة مهنية معترف بها في مجال الطب البيطري حيث توفر الوزارة هذا العام عدداً من الكليات المنتشرة في مختلف المحافظات وقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن توفر كليات الطب البيطري في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2024 مشيرة إلى الأماكن المتاحة في مختلف المحافظات وتفاصيل تنسيق كلية الطب البيطري المرحلة الثانية 2024 تشمل الطب البيطري في محافظة المطروح الطب البيطري في محافظة الوادي الجديد الطب البيطري في مدينة السادات الطب البيطري في محافظة أسيود الطب البيطري في محافظة المنوفية الطب البيطري في محافظة الإسكندرية الطب البيطري في دمنهور الطب البيطري في محافظة القاهرة الطب البيطري في محافظة المينيا الطب البيطري في قناة السويس بالإسماعيلية الطب البيطري في الزقزيب الطب البيطري في العريش الطب البيطري في بنها الطب البيطري في أسوان الطب البيطري في عين شمس الطب البيطري في جنوب الوادي الطب البيطري في كفر الشيف الطب البيطري في بني سويف فيما يخص تنسيق كليات الطب البيطري لعام 2024 حدد المجلس الأعلى للجامعات معايير القبول في الجامعات الخاصة والأهلية وتأتي تفاصيل التنسيق كالتالي تنسيق كليات الطب البيطري في الجامعات الخاصة الحد الأدنى للقبول هو 67% تنسيق كليات الطب البيطري في الجامعات الأهلية مثل جامعة النيل للتعلم الإلكتروني وجامعة المنصورة الجديدة الحد الأدنى أيضاً هو 67% تنسيق كليات الطب البيطري في جامعة سيناء بفرعيها جامعة الملك سلمان جامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية الحد الأدنى للقبول هو 65% بالنسبة للشهادات المعادلة العربية والأجنبية فإن معدل القبول في كليات الطب البيطري للعام 2024 هو حوالي 56% في الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة بما في ذلك جامعة النيل للتعلم الإلكتروني جامعة المنصورة الجديدة جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة سيناء فرع العريش لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعاً لنا لنستمر في نشر المزيد ترجمة نانسي قنقر